متابعوا إذن الآن على الهواء مباشرة هذه المسيرة التي خرجت بعد أداء المصلين صلاة الجمعة في مدينة رامالة بالضفة الغربية المحتلة هذه المسيرة التي ربما تشكل امتدادا لسلسلة المسيرات التي خرج بها الفلسطينيون في مدن وبلدات الضفة الغربية ليؤكدوا أنهم ليسوا بعيدين بحال من الأحوال عما يجري في قطاع غزة رسائل الدعم ربما للفصائل الفلسطينية التي تشتبك مع قوات الاحتلال في أكثر من محور فضلا عن التنديد كذلك بما يجري في الضفة الغربية المحتلة لأن عمليات القتل الصامت التي تتم الآن ومنذ السابع من أكتوبر بحق السكان المدنيين في مدن وبلدات ومحافظات الضفة الغربية أيضا ليست بعيدة تماما وإن كانت بوتيرة أقل وإن كان هناك استحسان عالمي ربما لهذا الموت الذي لا يأتي بمزيد من الصراخ ولا الضجيج وزارة الصحة الفلسطينية كانت قد أشارت إلى أنه منذ بدء هذا العام فقد سقط ما يزيد على 465 شهيدا فلسطينيا في مدن ومحافظات الضفة الغربية ما يزيد على نصف هذا الرقم سقطوا شهداء ما بعد السابع من أكتوبر بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هذه مسيرة إذن بعدما فرغ المصلون من أداء صلاة الجمعة في مدن أو في مدينة رامالله بالضفة الغربية المحتلية موسيقى موسيقى